اهلا بكم انا يوسف نوفل والنهاردة هنتكلم ازاي نعمل implementation للسورت باستخدام اول حاجة ده المين ستركشور بتاع البروغم بتاعي اول حاجة انا هعمل فونكشن والفونكشن دي نسميها سورت عباشا والفونكشن مترجع عبارة بالاسم وبتاخد مني تلات حاجات اسم الماترك اللي انا عايز اعملها سورت و انا عايز اعمل سورت للرو ولا للكولم لو رو هيكتب واحد لو كولم هيكتب زيرو و عايز يعمل للرو او الكولم ascending ولا descending يعني عايز يعمل من كبير للصغير ولا من صغير لكبير فلو من كبير للصغير هيكتب واحد ولو من صغير لكبير هيكتب صفر واول حاجة بعملها ان انا باخد حجم الماتركز التاعتي باستخدام فونكشن اسمها size ورجع عدد الروز و حاجات معها R وعدد الكولم ببريبة باسمه C اول حاجة البروغم تابع ينقسم لجزئين مهمين ايه هم اول حاجة بتشيك على الasstanding او الdescending لو كان بصفر يبقى هو عايز يعمل ascending او لو كان بواحد يبقى هو عايز يعمل ascending من كبير للصغير ولو كان هو عايز يعمل من صغير الكبير فبتشيك برضو هو عايز يعمل الكلام ده للروز ولا عايز يعمل الكلام ده للكولم طيب اول حاجة هبتدي بالروز فلو عملنا expand للكود عشان نشوف ايه اللي احنا كتبينه جوه اول حاجة اذا كان هو عايز يعمل by row فانا عامل three four loops عشان اقدر يمشي على الماتريكس اول four loop تمشيني من واحد الى عدد الروز انا عندي ثلاثة بثلاثة الماتريكس فتمشيني على اول رو وبعدين تمشيني على ثاني رو وبعدين تمشيني على ثالث رو فلو نيجي نبص كده المفروض احنا الاجوريسم بتاعنا ماشي ازاي المفروض انا بقف على اول واحدة خالص وشك لو كانت هي اكبر بدل طيب ادخل على اللي وراها على طول في نفس الرو وشك باللي بعديها لو كانت اكبر هيبدل وبعد ما اطمن اخلص اول رو ادخل على اللي بعده اعمل نفس الكلام فامسك اول واحدة وقارنها بالاتنين اللي بعديهم وامسك اول واحدة وقارنها باللي بعديها على طول خد بالك ان اول اول four loop مسؤولة ان هي تحرك لي من اول رول تاني رول رول ثالث رول وتاني four loop مسؤولة ان هي تحرك لي لو شايف عندك على الشاشة السيركل اللي انا عملها حوالين اوف اثنين واحد المفروض ان تتحرك من الشمال اليمين كل شوية لكي ادخل جوا نفسه وثالث four loop لو جاءنا نبص على الكود اول four loop المفروض تمشي من واحد الى ثلاثة اللي هي الر در او رول وثالث four loop المفروض تمشي من واحد الى قبل الاخيرة ثلاثة من واحد الى C-1 ويوصل صح 1 1 وهيوصل صح 1 2 وثالث four loop هي اللي تقارن بالله بعد الدايرة اللي هي 1 2 1 3 اول حاجة انا ادخل ادخل هل each row هل الخانة التي اقف عليها اكبر من الخانة ؟ فإذا اعترضنا ان انا لدي 3 2 1 فهل 3 اكبر من 2 ؟ لو ايوه بدل يعني هات الخانة التي فيها 2 اضعها في حاجة اسمها T وبعد كده طالما اطميت على الخانة سوف اضعها اولانية 3 وبعد كده سوف اترجع T التي فيها 2 سوف اضعها في اف 1 و 1 وبعد ان يخلص التبديل يرجع للفورلوب اللغوة يزود الجي جي بواحد فبدل ما كان يقارن ب اف 1 و 2 يقارن ب اف 1 و 3 ويبتدي يتشك هل اثنين اكبر من واحد لو ايوه يدخل يبدل يعمل نفس الكلام اللي احنا عملناه قبل كده وبعد كده يرجع تاني للفورلوب اللي جوه يلاقي ان هو خلص خلاص لان هو بيوصل للسي فيرجع للفورلوب اللي قابليها الجي ويزود عليها واحد فالدايرة بتاعتي تتنقل من اف 1 و 1 تروح ل اف 1 و 2 ويبتدي يقارن هل ده اكبر من ده لو ايوه يعمل العملية التبديل ده وبعد كده يرجع تاني للفورلوب التانية يلاقي ان هي خلصت فيضطر يرجع للاكبر فورلوب اللي هي فوق ويزود عليها واحد فنروح كده تطمننا ان اول رو اترتب خلاص 1 2 3 ننزل للرو اللي غراه الكلام ده اعايزين بعد ما نخلص فاضص ناخد القيمة اللي جوه ايه ونحطها في البرابل اللي انا بعمله return بالفونكشن اللي انا كنت مسميه sorted matrix فعملنا sorted matrix بتساوي ال a الجديدة عشان بعد كده الفونكشن دي لما ترجع لي ترجع لي قيمة المتريكس الجديدة بعد ما ترتبت ولو عايز اعمل sort by column انا هعمل نفس الكلام اللي احنا عملنا فوق ده بس هعمل transpose الاول للمتريكس وبعد ما اعمل transpose المتريكس وعمل نفس الكلام اللي احنا عملنا متنساش ترجعها تاني لاصلها يعني تعملها transpose تاني وتخزنها في ال a وبعد كده ترجعها في ال variable اللي انا بنعمله return بالفونكشن اللي هو sorted matrix كلام ده كله لو كنا عايزين نعمل sort من الصغير الكبير لو كنا عايزين نعمل sort من الكبير للصغير الاعجاز اللي احنا هنعمله ان احنا هنغير اشارة الفونكشن وبذل ما كنا بنقول اكبر منه هنقول اصغر منه ونفس الكلام اللي احنا بنعمله نحنا بنشوف هو عايز رو ولا كولوم ولو عايز كولوم نحن بنعكس بنعمل transpose الماتريكس ونرجعها تاني لاصلة لو عايز تبص على الكود بتاعنا فأهو فالجوه الدسند عندنا if و else if لو عايز row و else لو عايز column ولو عايز column ما تنساش ان احنا بنعمل transpose a الاول وبعدين نشتغل عادي نفس الكلام اللي احنا عملناه والفرق هو الاشارة وهي اصغر من if condition لو اخذنا example على الكلام ده كيف نرون فانا عملت matrix اسمها دي فحطت فيها 3 2 1 ده اول كولوم 6 5 4 ده تاني كولوم 9 8 7 ده تالت كولوم لو ندهت الفونشن اسمها sort يباشا و قلت لها 0 يعني كولوم و 0 يعني عايزينها من ascending ف لو عملت الكلام ده يدوس enter هيتطلع لي الماتركس الجديدة زي ما انت شايف متر اكتبه by code و ده الكول على بعضه عشان لو عايز تبص عليه مرة واحدة متواصل شكرا 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 شكرا